بتتعلق بالجهاز الفني أنا التغييرات برضو مشوفها متأخرة شوية من كولر على فكرة مش غير رأيدي أبداً في كولر وأنه هو مدرب ممتاز لنادي الأهلي ويتناسب جداً مع نادي الأهلي مش موافق النهاردة مش موافق لكن الحاجة اللي تأخذ عليه واللي بتتكرر في المتشاك كتيرة جداً هو التأخر في التغييرات تأخر واضح في التغييرات أفشا عندك كمان بيرسيتاو النهاردة مش في كمة عدقهم مش في كمة مستوى بين الشوتين هوب بغير على طول عندك قندوزي ده الود ناشاء الله عليه كان بينزل في المتشين اللي فاته منتاز لعيب واضح عنده شخصية ولعيب كويس جداً ويقدر ينقلك الهجمة بشكله يعود أفشا عادي يعني يعود أفشا مفيش مشكلة طمع أفشا مش في حالته ما نزلش خلص النهاردة تغييرات متأخرة شوية حسين الشحات حتى اشتكى برضو وهو في الملعب فيدل موجود لغاية لما خرجوا بعد الهدف هدف تعادل فلازم كولر يراجع نفسه في حتة توقيتات التغييرات وامتى يتدخل في المباراة للعلاج لعلاج بعض الأخطاء في محاولة للفوز النهاردة هو قدر ان يرجع الفرقة للتقدم لكن في نفس الوقت ما حفظش النادي الأهلي على الفوز بالنتيجة 2-1 عشان يتعدل 2-2 ويصعب الفرص في التأهل بس خلي بالك عشان أقفل حتة النادي الأهلي انت دلوقتي عندك 2 نقطة نقطة من كم مطش من 2 سندونز لعب 3 احنا بقى نصبنا كده بفترة الأخيرة وفترات كتيرة قوي في الكرة المصرية ده لازم يعرف حزبة بيرم اللي دايما بيقولولنا عليها دي لازم نقعد نحسبها للأسف الشديد يعني مؤخرا يعني معالمة داري التاريخي فأنت مقدمكش غير إنك تكسب كل المطشاط مفيش حل تاني يعني أنت لو كنت تكسبت النهاردة وكن حيبا عندك حتة دي لو ما كسبتش مطش سندونز هناك أتعادل أنت مطالب من مطشين سندونز إنك تاخد أربع نقاط تكسب سندونز هناك فأنت عدلت المشوار شوية عدلت فرصك وزودتها شوية في المجموعة الله لا يقدر تعادل القصة هتبقى مشكلة كبيرة هتبقى مشكلة كبيرة فطالما الفرص موجودة وهنا دور جمهور النادي الأهل الواعي جدا أنه طالما الفرص موجودة ما تهبطش من لعبتك ما تهبطش من لعبتك خليك في دهرهم خليك تديهم قوة إضافية كالعادة خليك مؤمن بالفرص اللي موجودة عندك لأن سكة الأهلي أو سكة جمهور الأهلي في لعبي هي اللي حتخلي اللعيبة تموت نفسها بشكل أكبر لو مش مية في المية حيب أمتين في المية في ماتشو ساندونز فرقة صعبة أوي على ملعبها الماتشو طبعا جماعة صعبة في كل الأحوال لكن الأهلي يقدر الأهلي يقدر والله الأهلي يقدر رغم صعوبة الفرقة دي الأهلي بتاع كاس العالم الأهلي اللي مخسرش ولا مباراة لحد كاس العالم الأهلي اللي عنده عناصر ممتازة جدا من لعبين فتقدر خليك مؤمن بفرصك في التأهل لآخر مباراة وبالمناسبة ياما الأهلي في بداية مشواره في المجموعات بيحصل كده من ماتشين بتاخد نقطة وكلام من ده وفي الآخر بترجع تكسب تتأهل كتاني مجموعة ودايما لما بتبقى تاني مجموعة بمشورك أسهل للنهائية أو مش أسهل بيبقى يعني فيه تفاقل عند جمهور الأهلي انت تاني مجموعة وحنوصل لمباراة النهائية جمهور الأهلي بيفكر كده فتعادل آه نتيجة صعبة شوية على أهلوية بس لازم تساند والدعم خلال الأيام اللي جاية المباراة المجبلة مع القطن هنا في مصر ان شاء الله الأهلي يقدر يفوز في المباراة دي يبقى عندك أربع نقاط تخش ده الماتش يوم الجمعة الجاية مع القطن الكاميروني الساعة كامية ده مع الساعة ستة أو تسعة أكيد ست ماتش الساعة ستة مع القطن الكاميرون هيبقى على أستاذ إيه يا ريت تقولولي يعني لأن برضو ملعب السلام ملعب السلام ماشي ملعب السلام برضو هيبقى المباراة ووضح ان يعني تصرحات كل الاركات قبل كده ان الملعب لا احنا بنلعب في الساعة الكاميروني طبعا عشان بتقولت الملعب أفريقية اللي احنا يعاني 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 ضايعين فيها ككورة يعاني ماتش تتلعب هناك فانت مش تلعب تلعب في الساعة الكاميروني في كل أحوال حتى لو هتلعب فحارة لو هتلعب فحارة القطن تلت نقط مفيش مفيش تعديلت القطن بره خلاص شكرا كلست يوم عشرة مارس على ما تذكر تمام تبقى قاتيل على الثلاث نقط تكسب وتقدر تعمل كده فواحدة واحدة جمهور الاهلي اكيد زعلان من التعادل لان النهاردة لو كنت كسبت في رايحك نسبيا لكن في كل أحوال الاهلي ما خرجش من البطولة والاهلي بشخصيته ويقدر ان هو يتأهل في ظل أصعب الظروف طبعا من اللي صعب القصة أكتر هو فوز الهلال مبارح على القطن في الكاميرا فوز الهلال على القطن في الكاميرا فالهلال عنده ست نقط فالمشكلة في ايه عارف مشكلة ان سان داونز لو كسبك المطش بتاعه على ملعبه فهو تأهل فاللعبة اللي هي بتاعت ايه انا واحد بينفس على البطولة دايما أبعده وفيه فرص للهلال فالهلال حيلعب القطن فين في السودان حيكسب فتسع نقط انت شايف احنا عمليم بنحسب ازاي للأسف الشديد احنا اللي بنحط نفسينا في المواضيع دي احنا اللي بنحط نفسيها نوعا نجيب كالكوليتر وقالها حاسبة ومش عرفيه نوعا نحس احنا اللي بنعمل في نفسينا كده بس طبعا الفرص موجودة هعيدها لعاشر مرة حارب عليها ما فيش زار سابق اكمل لك الكلمة دي بتاعت السونداونز ممكن ان هما يريحوا نفسهم باقصاء اليادي الاهلي عن طريق مثلا الهلال المتعادل او لو محتاجت عادل في جنوب افريقيا عادله لتعادل بتحصل عادل بتبقى حسابات على فكرة هيقولك انا لو الاهلي صعد معي ما نورد اقبله تاني اهلي فريق كبير فالفرص سبقى صعبة نفس السيناريو اللي حصل قبل كده عما اتذكر شابية القبائل والتراجب اتعادله في المباراة الاخيرة وكان زي ماك لو كسب حيتأهل سال قبل اللي فاتت مع ملودية الجزائر فالموضوع بيمشي بالطريقة دي لكن انت اللي في ايدك انك تخلص القصة كلها التشكيل الناس تتكلم عنه انا نشوف التشكيل مش وحش يعني التشكيل الاهلي النهاردة اللي هو الطبيعي العادي يعني انت لو تتكلم في حرصة مر محمد الشيناو فيش خلاف معلول وهاني مفيش خلاف من عمد او اللي هم هم لخط سابت في نص الملعب دي ينجد حطيت مكانه مروان عطية بعد الاداء المبهر اللي عمله مروان في مباراة اسوان والنهاردة عمل اداء نسخة تبقى الاصل منه احد مكاسب النادي الاهلي بصراحة مكسب كبير اوي للاهلي وللكورة المصرية ومنتخب مصر دي عمره مؤكد بالنسبة مروان عطية ففي نص الملعب مروان مؤثرش الراجل هتخش على الخط الامامي فعندك حسين الشحات في كمة عطاء اللي هيتجدد له عقده خلال ايام قليلة جدا مجملة سواء هو او ياسر او بعض اللعبين اللي عقدهم تنتهي افشة وعبدالقادر عبدالقادر مفيش خلاف تاو مفيش خلاف ممكن ناس قيتلك تبقى كهرباء نزل عمل مطش كويس قدام اسوان كان يلعب هو ممكن ده الاختلاف الوحيد اللي ممكن نتكلم فيه في حتة ان الكهرباء يلعب افشة موجود برضو انت لسه ما عندكش جهزية اللعب كندوزي بشكل كبير اوي او ثقة كبيرة اوي اللي تبدأ له في اول مباراة صعبة زي دي برضو عشان كالا عبت افشة مثلا افشة العب مش قليل عمل مبرك ويسا قدام اسوان فالتشكلة مقبولة نفاش مشكلة كبيرة بالنسبة لكلها لكن فلا نفكر في اللي جاي ونتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي